موسيقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إطنو يصل إلى العاصمة الأسوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي وزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي تشهد حفل تسليم والتسلم بين الوزير السابق أحمداء عبدالكريم بخيت والوزير الجديد أحمد محمد باشر انطلاق فعاليات ماراتون السلام المنظم من قبل الفدرالية الشادية للعدائين السابع مساء بتوقيت العاصمة أنجمنا النشر الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الشادية وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إطنو إلى العاصمة الأسوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي كان برفقة رئيس الجمهورية السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إطنو أحمد هارون عند الساعة الثالثة تماما بتوقيت أديس أبابا وصل الزوج الرئاسي إلى مطار أديس أبابا الدولي وذلك من أجل المشاركة في أعمال القمة الثلاثين لرؤسائي وحكومات الدول للاتحاد الأفريقي وبعد استقباله من قبل السلطات الأثيوبية تقديم التحية لطاقم السفارة الشادية عزفا نشيد الاتحاد الأفريقي وبعدها توجه رئيس الجمهورية إلى مقر إقامته الكائن بالسفارة الشادية وتجدر الإشارة بأن عنوان هذا العام لهذه القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي هي مكافحة الرشوة التي هي الطريق الوحيد من أجل تحول إفريقيا إلى التقدم والازدهار ترأست مساء اليوم الأمين العام لحكومة أسيا أبو حفل تسليم وتسلم بين الوزير السابق للوظيفة العامة محمد اللهو طاهر والجديد محمد مختار بحضور عدد كبير من العاملين بالوزارة حسين النور بعد سلاسة وثلاثين يوما من توليه محام وزارة الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي محمد اللهو طاهر صلم الحقيبة الوزارية إلى الوزير الجديد محمد مختار علي الذي تم تعينه في التعديل الوزاري لحكومة باهيمي باداقي ألبير بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري الوزير السابق محمد اللهو طاهر قبيل مراسم التوقيف في محدر التسليم والتسلم قال إنه خلال هذه الفترة القصيرة بدأ عمل العديد من الملفات أهمها ملف مراقبة شهادات الموظفين وكذا مشروع البطاقة الرقمية وبما أن الإدارة عملية استمرارية طلب من العاملين بالوزارة ضرورة الاستمرار مع الوزير الجديد حتى تطبق هذه العمال على أرض الواقع الوزير الجديد للوظيفة العامة محمد مختار علي أبدأ استعداده التام لمواصلة العمل مع نفس الفريق شاكرا في الوقت نفسه السلطات العليا بالبلاد على السقة التي منهوها إياه بتعيينه في حاز المنصب ذو المسؤولية الرفيعة معربا عن استعداده التام للحوار الاجتماعي مع جميع التنظيمات النقابية والعمالية وانتهت المناسبة بالتوقيع على محدر التسليم والتسلم بين الوزير السابق محمد الله طاهر والجديد محمد مختار علي بحضور الوزير الأمين العام للحكومة كما جرى حفل تسليم والتسلم بين الوزير السابق لوزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي عبد الكريم أحمد أي بخيت والجديد أحمد محمد باشر ترأس المناسبة الأمين العام لحكومة بحضور عدد من الإداريين والعملين بالوزارة محمود موسى الفيل بحضور عدد كبير من الإداريين والعملين بوزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي سلم رسميا الوزير السابق السيد أحمداء عبد الكريم بخيت مهام الوزارة إلى الوزير الجديد السيد أحمد محمد باشر الذي عين بمرسوم الرئاسي رقم 75 الصادر بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري في بداية المناسبة شكر الوزير السابق أحمداء عبد الكريم بخيت رئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها إياه خلال المدة التي قضاها بالوزارة كما قدم شكره لكل الذين وقفوا معه أثناء فترة عمله طالبا منهم التعاون الكامل مع الوزير الجديد عقب ذلك تناول نصية الحديث الوزير الجديد معبرا عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية بهذه المهمة التي أكلت له كما طلب الوزير باشر من جميع العاملين بالوزارة تضفر الجهود بذل المزيد لسير العمل وضبطه بطريقة مهنية تسهم في تقدم العمل المهمة هو كيف نستطيع أن نقوم بإدارة الأراضي وكيف نستطيع أن نتحكم على الأمور من أجل الأمن العام للشعب الممتلكات الوزير أحمد محمد باشر ليس جديدا لهذا المنصب بل شغله منذ سنوات ذهب منه وعاد إليه وهذه المرة تعتبره هي الرابعة من نوعها هذا وفي نهاية المناسبة وقع كل من الوزير السابق والجديد على محضر التسليم والتسلم وذلك بحضور الوزير الأمن العام للحكومة السيدة أسيا أبو ترأست وزيرة المرأة الأسرة تضامن الوطني أمينا كوجيانا ممثلة للسيدة الأولى للبلاد هنددي بإتنو حفل تسليم المساعدات الإنسانية للتجمعات المهنية والحرفية العاملة في مجال التنمية بمقاطعة بيتكين تأتي هذه المساعدات مقدمة من قبل مؤسسة القلب الكبير تعد هذه المساعدات الإنسانية التي تقدمها مؤسسة القلب الكبير للشرائها الضعيفة من سكان الأقاليم تصهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ربوع البلاد وهذه المساعدات عبارة عن طواحين لطحن الغلال وزيوت الفول والسمسم بالإضافة هناك معدات زراعية أخرى قدمت للتجمعات المهنية والحرفية العاملة في مجال التنمية الريفية وهذه المساعدات توزع لأربع مراكز إدارية من سكان الإقليم وقد أعرب عن فرحته مندوب مؤسسة القلب الكبير بالإقليم عبد الله بين مثمنا جهود سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على دعمها للتجمعات الحرفية في الإقليم مؤكدا حديثه بأن هذه المساعدات توزع بطريقة جيدة وزيرة المرأة وحماية الطفل والتضامن الاتماعي ممثلة لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في هذا البرنامج حسد سكان المنطقة والمستفيدين على التعاون والاستفادة من هذه المعونات الإنسانية اسميرها في هذا البرنامج يساعدني كثيرا إنتظرنا القدام للمشاهدة انه يوم اخرى او لا يوم اخرى حاليا اننا ترى اشتركنا ونحن اشتركنا آخر لا يتعرف أنت لم يكن من قراره ولا يجب عليهم شراء انه لن نتجد من الوحيد وانه يجب عليهم والإشارة فإن مؤسسة القلب الكبير ما زالت تطعم الشرائع الضعيفة والمصاهمة في تقليل من حدة الفاقة والبطالة في وسط المجتمع نظمت جامعة الملك فيصل بيشات حفلا تأبين حفل تأبين لفضيلة الشيخ دكتور حسين حسن أبكر حضر الحفل وزير التعليم العالي ووزير السر والحيوانية وبعض من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد عز الدين الأمين عرفانا منها بجهوده الكبيرة والمقدرة التي قدمها في سبيل نهضة التعليم في شات أقامت إدارة جامعة الملك فيصل هذا الحفل التأبيني الكبير لفقيد الأمة الراحل فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر وسط حشد كبير من أساتذة الجامعة وإداريها وطلابها والمدعوين وأسرة الفقيد فاتحة الحفل كانت لكلمة اللجنة التنظيم التي قدمها الدكتور أحمد الرفاعي محمود والذي سرد فيها سيرة الفقيد وعدد كثيرا من منقبه وإنجازاته منذ 27 عاما أما الدكتور محمد صالح أيوب أحد رفاق الفقيد من مؤسسي جامعة الملك فيصل قال إن الراحل الشيخ حسين حسن أبكر حمل على عاتقه هموما وآمالا كبيرة تجاه الشعب الكدي في سبيل النهوض به وأبرز اهتماماته كانت في مجال التعليم وسبل تطويره أولا أن الشيخ حسين حسن أبكر له رؤية واضحة جدا تتمثل في رفع مكانة الإنسان الجادي المعاصر رفع مكانة الإنسان الجادي المعاصر ويعترف تماما أن الآن لا يوجد في البسيطة إنسان متخلف أكثر من الإنسان الجادي وبالتالي ما هو الدور الذي نقوم به من أجل الرفع مكانة الإنسان الجادي وهذه ميزة لم أجدها في الكثير من الجاديين أما عن أسرة الراحل فقد تحدث عنهم فيصل حسين حسن والذي أشاد بدور جامعة الملك فيصل في تقطير جهود الراحل وعرفانا بإنجازاته وقال إن أبرز ما وص به الراحل هو جعل مكتبته الشخصية وقفا لطلاب الجامعة للاستفادة منها رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالله بخيت صالح قال إن الشيخ حسين حسن أبكر كان شخصية دينية ووطنية على درجة عالية من الهمة في البذل والعطاء وقدم في حياته للوطن ما سيخلده التاريخ وأبرز إنجازاته جامعة الملك فيصل التي لا زالت تخرج الأجيال والأجيال وإليه يرجع الفضل في تأسيسها فهو من الشخصيات العظيمة والبارزة في تاريخ شات المعاصر أما وزير التعليم العالي والبحث والابتكار بيوم مالو أدريي فقد قال إن الإمام لم يكن شخصية أسهمت في نهضة التعليم فحسب وإنما ساهم أيضا في نشر السلام وثقافة التعايش السلمي بين الديانات في شات وهذا أهم إنجاز يحسب له لدى كل شاديين الحفل التأبيني شهد أيضا تقديم العديد من القصائد وحضره عدد من الوزراء والوزراء السابقين والدبلوماسيين إلى جانب شخصيات أخرى نظمت صباح اليوم النقابة الوطنية لمهني الجمارك جمعية عمومية غير عادية بهدف تجديد المكتب التنفيذي للنقابة وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للجمارك تزامنا مع اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف السابع والإشرين من يناير من كل عام جاء تنظيم الجمعية العمومية غير العادية للنقابة الوطنية لمهني الجمارك وذلك بهدف تجديد المكتب التنفيذي وكذا مناقشة المسائل والقضايا المتعلقة بسير العمل وتحسين العوضاع المائشية للأمال ابتدعت المناسبة بتقديم التقرير الشامل لنشاطات النقابة خلال الأربع السنوات الماضية وبعد ذلك تم اختيار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة والبالغ عددهم خمسة عشر أضوان برئاسة السيد جرين بيتي جوستان كما تخللت المناسبة أيضا تقديم توصيات على الإدارة العامة للجمارك تنفيذ جميع القرارات والقوانين المعمول بها في تنظيم العمل الجماركي ممثل المدير العام للجمارك والدرائب غير المباشرة أكد الأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات المقدمة ورفقها إلى الجهات المعنية لمراءات ذلك رئيس النقابة الجديد جرين بيتي جوستان أكد هو الآخر بأنه سيعمل ما بوسئه من عجل تحقيق الرفاهية لأفراد الجمارك وكذا المطالبة بحقوقهم الاجتماعية مع الالتزام بالمهنية في أداء المهمة التي أوكلت إليه تحدث منصق قطاعات الشركة الوطنية للكهرباء مصطفى أحمد يوسف في حديث له عن الإجراءات القانونية والرسمية التي اتخذتها الشركة الوطنية للكهرباء عن عملية توصيل الكهرباء بالمنازل بطرق غير رسمية جزء من حديثه أول مدينة نحن جمينا مقسمة في خمس سكتور عندما تريد الكهرباء بالمنازل بطرق غير رسمية أول من أول يمشي في السكتور هكذا يقدموا مو أجان واحد من الأممال يمشي في البيت ويشوفوا الانوان الادرس الادرس المتحدث من الشاري والباب البرت دونك بعد ما شعروا النادم يشي فتوكوبيه هناك كارت دانته ويرجو في السكتور بعد ما خلاص سجلوا ينرسولوا في الرزو ويشوفوا الانوان ويشوفوا الانوان ويشوفوا الانوان من يأتي الناس عن حاجات اخرى من المخصف اذن توضع الناس على كل جوابات وفي هذا الناس في كل جوابات الفرائعة حين لا يأتي الناس نقول إذا كان لنا الناس نقول من كن لا يؤدي الأسئلس التي يأتي الناس من الناس ولا تستخدمها في هذا المcja في ساعة أمس قاعة المتحف الوطني حفل تكريم عمدت بلدية الدائرة الخامسة محمد صالح موسى حول الإنجازات التي قام بها خلال فترة عمله بالبلدية هذا الحفل من قبل منظمة نيرفانا لترقية المرأة والشباب الأفريقي كان ذلك بحضور المناصق العامة أم الخير جبريل سليمان وعدد من أعضاء المؤسسة فضلا عن سكان الدائرة الخامسة والمدعوين وخلال المناسبة شكر العمد أعضاء المنظمة على جهودهم المبزولة تجاه المرأة والشباب معا مؤكدا بأن الشباب هم ركيزة المجتمع متمنيا أن تواصل في عملها التنموي من أجل المهوض بالمرأة والشباب ترأسها صباح اليوم الأمين العام بوزارة المياه والصيد مناقشة رسالة الماجستير في المياه ونظام المعلوماتي والجغرافي لعدد من الطلاب كلية العلوم البحثية والتطبيقية التابعة لجامعات إنجمعنا حسن جدا أكوين مرسال واحد من بين طلاب كلية العلوم البحثة والتطبيقية التابعة لجامعة أنجمينة الخمس الذين تمت مناقشتهم لنيل درجة الماجستير في المياه والنظام المعلوماتي الجغرافي حيث كان عنوان رسالته استعمال المياه الجوفية والبيئية في أصول مياه سط الأرض ومقارنتها دراسة ميدانية للمياه الجوفية بمنطقة إينادي ومقارنتها بالمناطق فأمام لجنة التحكم المكونة من مناقشين ورئيس الجلسة ومشرف الطالب قدم ملخص بحسه الذي يتكون من 25 صفحة من ثم شرح المناقشين بتقديم الأسئلة والتوجيحات للطالب أمام أنظار الأمين العام لوزارة البيئة المياه والصيد الذي تشرف حذور هذه المناقشة وبعد إسراحة قصيرة أعاد أعضاء لجنة التحكم ليعلنوا نتيجة المناقشة حيث منح الطالب أكوان مرسال درجة الماجستير بتقدير عام جيد بنسبة 15.75% كما أوصت اللجنة الطالبة بالتصليح بعض الأخطاء وإضافة بعض الملاحظات والمعلومات التي تلقاها أثناء المناقشة وبالعودة إلى العاصمة الأسوبية أديس أبابا ومشاركة السيدة الأولى للبلاد هندى ديبي إتنو بالعاصمة الأسوبية أديس أبابا في أعمال اجتماع منظمة السيدات الأول بأفريقيا لمكافحة السيدة أحمد هارون الغالي وتفاصيل هذا الاجتماع بعد وصولها إلى السفرة الجادية سيدة البلاد الأولى هندى ديبي إتنو وبعد 30 دقيقة التقت مع سيدات البلاد الأول التابعات لمنظمة الأبداس لمكافحة السيدة هذا اللقاء هو مع لجنة رائدات النساء الأول بإفريقيا في البداية قدم عضاء اللجنة الفنية تقريرا لسيدات البلاد الأول وذلك من أجل النظر لمراجعة عملية مكافحة السيدة بإفريقيا قد حضر هذا اللقاء سيدة بلاد جات وسيدة بلاد إثيوبيا وكينيا وغانا وممثلة سيدة بلاد إفريقيا الوسطى وبركينا فازو هذا ومن المقرر سيعتمد التقرير من قبل السيدات البلاد الأول خلال أعمال قمة الاتحاد الإفريقي قام صباح اليوم أعضاء المنظمة العالمية للدعوة في الرعا تشات بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني بحملة نظفة في إحدى طرق الدائرة الخامسة وذلك بهدف توعية المواطنين والوقوف بجانب بلدية أنجمينة في إطار مساعيها لجعل العاصمة خالية من الأوساخ والنفايات التي تعد هي المصدر الرئيسي لبعض الأمراض الوبائية وأشار رئيس المنظمة العالمية للدعوة عمر عثمان أن حماية البيئة والنظافة تعد ضمن أهداف المنظمة والسعي لاهتمام بالطرقات فيما أشار نائب عمدة بلدية الدائرة الخامسة إلى الجهود الذي قامت بها المنظمة ساعيا وحس الجميع على رجال البلدية في حملتهم ضد مكافحة الأوساخ طالما ساعة البلدية للحد منها عقد مؤخرا المسؤولين الإداريين والعسكريين بإقليم إنيدي شرق لقاء تشاوريا لاستقبال المهرجان الدولي للثقافة في الساحل والصحراء في دورته الثانية تحضيرا للمهرجان الدولي للثقافة في الساحل والصحراء الذي سيحتضن فعاليته إقليم إنيدي شرق لذا عقد المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة إضافة إلى الشويخ التقليديين لقاء تشاوريا لمعرفة ومناقشة التجهيزات اللازمة والاستإعدادات المناسبة للمهرجان الدولي للثقافة في دورته الثانية في الساحل والصحراء المزمع تنظيمه بتاريخ الثالث من شهر مارس القادم حتى العاشر من نفس الشهر في مداخلاتهم الحضور أوضه بأنه من الضروري إقامة وتنظيم هذا المهرجان الدولي للثقافة والعمل على تفادي وتجاوز كل الأقبات لإنجاح الحدثة عمدة مدينة أمجرسة قال بأن المهرجان له أهمية كبرى عقب نهاية اللقاء قام الحضور برفقة الأمين العام لأقليم إنيدي الشرقة بزيارة ميدانية إلى القرية الثقافية التي هي في قيد التشييد لاستقبال المهرجان الدولي للثقافة في الساحل والصحراء نظم مساء أمس أتباع مشيقة تجانية المهرجان مهرجان مشيقة الطريقة التجانية بحضور فضيلة دكتور محمد خاطر عيسى وعدد من أعضاء المجلس عبدالله هارون والتفاصيل مهرجان مشيقة الطريقة التجانية لا زال مستمرا في دورته الثالث والثمانين من فعالياته النشطة حيث انطلقت فعاليات المهرجان بكلمات متتالية منها كلمة إمام مسجد الشارقة وممثل الشباب الصوفية والوفد السوداني الذائر الذي جاء قصيصا لتقديم واجب العذاة ولحضور المهرجان جميعهم عشادوا بجهود فقيد الأمة الإسلامية فضيلة الدكتور هسين هسن بكر الذي بزل كل جهوده في سبيل قدمة البلاد والعباد وعقدوا رغم رحيله عن دنيانا إلا أنه ترك رجالا لقدمة الأمة الإسلامية الجادية هذا النوع يجب أن يشكى يشكى ويذنى عليه ويلعله بالخير في أنه فاعل خير لذلك اليوم المهرجان الثالث والثالث سنوات مقيمه في الزرية التجارية الكبرى وكما يمعبر فقيد الأمة يقول هذه السابقة التجارية الكبرى محشر التجاريين اغطروا شير ودلوا في هذه الساحة أما رئيس مشيقة الطريقة التجارية ونائب رئيس المجلس لعالى للشعون الإسلامية فضيلة الدكتور محمد خاطر إيسى حيث أكد هو الآخر إن الإسلام بخير وتظل الطريقة هي الأقوى الرغم فقيد الأمة الإسلامية الذي كان حيا في قلوبنا وحسى الهضور وخاصة الشباب منهم التمسك بالطريقة التجانية التي هي المرجع والأصول لمعرفة الدين الإسلامي الحنف نظمة الجماعية العمومية العادية السنوية لأتباع الكنائس بحضور عدد كبير من أتباع الكنيسة حسين النور أقيمة الجمعية العمومية العادية السنوية التي ينظمها تجمع الكنائسة البروتستانية نظمة الجمعية هذا العام بكنيسة فراتيرنير بحي وليا بالدائرة التاسعة لبلدية أنجمينة ينظم أتباع الكنيسة البروتستانية هذه الجمعية كل سنة بغرض تقييم العمل السنوية التي تقوم بها الكنيسة من دعوات تنصير والعمل الإنساني الأخرى من ناهيته القسب علي بول قال إن هذه الجمعية العمومية السنوية تسمه لأتباع الكنيسة البروتستانية تفادي كل الإشكاليات التي تتعرض لها الكنيسة ودعم المشاريع التي تستفيد منها خلال سنة كاملة تتميز هذه الجمعية العمومية بمشاركة مختلف الفرق التي تمثل الكنيسة البروتستانية بالعاصمة الجمعية وانطلاق سباق ماراتون السلام المنظم من قبل الفدرالية الشادية للعدائين بحضور ممثل وزير الثقافة والشباب والرياضة عباس أباكر 600 عداء من مختلف الجنسيات والطبقات انطلقوا من صينية سنتينيل عند الساعة السادسة وعشرون دقيقة لمسافة 21 كيلومتر ومئة متر حيث مر العدائين والعداءات بشارع الرئاسي وصولا إلى شارع الرئيسي للقصر الخامس عشر من يناير حتى كبر شقوة إلى ملعب إدريس محمد أوية رجالا ونساء يبرزون فنونهم في ماراتون السلام إلا أن العداء بتوجي فلنتين هو الأول عند الانطلاقة والأول في قطع مسافة 21 كيلومتر ومئة متر في فترة ساعة وعربعة دقيقة وستة واربعين ثانية أما من جانب النساء حيث وصلت العداء جمدوم أنستازي الأولى في فترة ساعة وعشرون دقيقة أما بخصوص القدام العدائين والعداءات حيث كان العداء جوناتان الأول عند الرجال بينما كانت البولوجي أرول الأولى عند النساء من ناحية رئيس الفدرالية الشادية للعدائين هسين غارو قال بأن الدور الثاني عشر لماراتون السلام نجح رغم صعوبات المالية التي تعاني منها البلاد وشجع العدائين والعداءات الاستمرار قدما بهذه الرياضة لرفع عالم البلاد ممثل وزير الثقافة والشباب والرياضة ثمن جهود الفدرالية لإعهياء هذه التظاهر الرياضية في نسختها هذه وأكد بأن الوزارة ستقف بجانب الفدرالية في تنفيذ برامجها القادمة وعليه فإن الأوائل في السباق ماراتون السلام تحصل كل واحد على الجائزة التشجيعية منهم من تحصل على دراجة نارية والآخر على الدراجة الهوائية وفي إطار الملفات التي يعدها قسم التحرير بالتلفزيون الوطني فلقد أعد لنا الزميل محمود موسى الفيل تقرير حول الأسلحة الغير مرخصة نتابع هذا التقرير إن استدباب الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد يعد من أوليات الحكومة وأن توفير الأمن للمواطنين وممتلكاتهم يسهم في تطوير وتقدم الأنشطة بمختلف أنواعها ولكن مع ذلك لاحظت الحكومة في الأونة الأخيرة بعضا من الأعمال الإجرامية التي يقوم بها مجرمون يقومون بتهريب الأسلحة وبيعها في بعض الأماكن ولكن بفضل جهود السلطات الأمنية والعسكرية تمكنت قوات الدفاع والأمن في الأيام الماضية من إلقاء القبض على عدد من المجرمين بحوزتهم أسلحة نارية مهربة وقد تم عرض هؤلاء الأشخاص إلى حاكم إقليم بوركو داود حماد بشير وكان بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية وعدد من الزخائر وبعض من المعدات العسكرية وإن إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين إن دل فإنما يدل على جهود قوات الدفاع والأمن بمختلف أقاليم البلاد والتي بدورها لا زالت تسهر ليلة نهار من أجل توفير الأمن للسكان وممتلكاتهم بغية العيش في جو نسوده الأمن والاستقرار وعليه فإن الأسلحة غير المرخصة ممنوعة قانونيا فلا يمكن لأي شخص كان يحمل معه سلاح غير مرخص إلا بإذن من قبل الجهات المعنية لأن حمل الأسلحة بطريقة عشوائية يفتح مجالا للفوضى وعدم الأمن والاستقرار بالإضافة إلى عمال تخريبية أخرى فيجب على كافة حكام الأقاليم القيام بمراقبة المناطق التابعة لهم من أجل نزع الأسلحة غير المرخصة من جميع المواطنين وذلك لتفادي العنف والأعمال التخريبية وكذا المساهمة في ضبط الأمن والاستقرار من أجل أن ينعم المواطنون بسلام دائم يخدم المصلحة العامة للوطن ونختم النشرة ببرقية تعزئة لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بي إتنو من رئيس السلطة التقليدية زوي بإقليم تي بستي بودادي بركاي باسم السلطة التقليدية يقدم تعزيه لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بي إتنو ولأعضاء المجلس العالي للشؤون الإسلامية ولأسرة الفقيد توقيع رئيس السلطة التقليدية زوي هكذا مشاهدينا ننهي عرض نشرة رئيسية من الفضائية الجادية تقبلوا تحياتي وتحيات فريق علام في أمان الله